السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الاعزاء متابعي قناة بتاع عربي اسعد الله اوقاتكم بكل الخير بنحل مع بعض امتحان محافظة المينيا عشرين تلاتة وعشرين اول سؤال في الامتحان التعبير في التعبير الوظيفي لافتة اهم حاجة نعمل شكل اللافت المستطيل واي لافتة التقدير واحترام للمعلم الذي اسهم في حصولك على المركز الاول خط الدرجة كاملة شكرا لك معلمي اي جملة خط الدرجة وفي موضوع التعبير اختار الموضوع اللي تقدر تكتب فيه اكتر اتكن العمل الوقت وبالطريقة اللي تعودنا عليه هناخد الدرجة كاملة ان شاء الله السؤال اللي بعد كده الكراءة من درس فالق الحب والنوى واما النخلة السامقة فمن عناصر الارض طعامها ومن غيث السماء سقياها تحمل في جوفها سر الحياة لتطرحه كل عام عراجين مثقلة بثمارها حمراء او صفراء تخير معنى كلمة غيث غيث السماء بتاخد السقياء بتشرب من غيث السماء اللي هو المطر يبقى غيث اللي هو مطر مفرد كلمة عراجين عرجون با نواة الطمر دليل على قدرة الله على قدرة الله الخالق ووضح ذلك هنقول له اني نواة الطمر عندما تتوفر لها الظروف المناسبة ومعها مشيئة الله تحصل على طعامها من عناصر الارض وسقياها من غيث السماء تحمل في جوفها سر الحياة وتطرح لنا كل عام العراجين المسقلة بثمارها حمراء وصفراء وكل هذا يدل على قدرة الله السؤال اللي بعد كده صحة او خطأ واحد النخلة السامقة تتشابه تماما مع الابراج البشرية العالية ولا فارق بينهما عبارة خطيئة طبعا لان في فرق هي بتتشابه في العليو والارتفاع بس هناك فرق في الفاعلية والنما لان عندنا الابراج البشرية لا فعل لها ولا تفاعل اتنين تتفجر نواة الطمر عن عملاقة من النخلة متى توفرت لها الظروف الموتية ومشيئة الله تعالى ايوه طبعا عبارة صحيحة السؤال بعد كده من قصة طموح جارية صح او خطأ واحد نقضى مالك سقلية اتفاقه مع نجم الدين وتعاون مع الويس اكيد لا طبعا عبارة خطيئة اتنين امر نجم الدين قائد الجيش فخر الدين بالنزول بجيشه على البر الغربي لمنع تقدم الفرنج نحو دمياط ايوه صح بما الذي دفع الصالح اسماعيل لاعتقال الشيخ العز بن عبد السلام ليه اعتقلوا لانه جاهر بفتواه على منبر الجامع الاموي بان المالك اللي هو الصالح اسماعيل بان المالك الذي اباح بجع السلاح للفرنج خارج عن دين الله مفارق للملة والجماعة لا يصلح ان يكون مالكا للمسلمين وقطع الدعاء له ده السبب الذي دفع الصالح اسماعيل لاعتقاله وبعد ذلك افرج عنه وطرده الى مصر السؤال اللي بعد كده تخير استدعت شجر الدر مين لتوليه الحكم بعد ابيه نجم الدين بعد ابيه نجم الدين يبقى طوران شاعة على طول السؤال اللي بعد كده القراءة متحررة المحتوى يعد يعتبر المتحف القومي للحضارة المصرية مركزا تعليميا وبحثيا لزائرين والبحثين المصريين والاجانب ويقع هذا المتحف في قلب مدينة الفستات عاصمة القاهرة الاسلامية القديمة وتحيط به العديد من المواقع مفرد كلمة المواقع الموقع واقع موقع واقع الموقع من المواقع الدينية ومنها مجمع الاديان وفي عام الفين وسبعتاشر افتتحت به قاعة للعرض ضمت ربعمائة قطعة اثرية من مختلف العصور تبرز الطابع المميز للحرف المصرية الاصيلة مراضف تبرز تبرز تظهر تعطي تشير تظهر بقى فيما تتمثل اهمية المتحف القومي للحضارة المصرية كما فهمت من الفكرة السابقة اهميته انه بيعتبر مركزا تعليميا وبحثيا للزائرين والباحثين المصريين والاجانب صح او خاطئ واحد تم افتتاح قاعة العرض بالمتحف القومي للحضارة المصرية في عام الفين وسبعة عبارة خاطئة هنا بيقول لنا الفين وسبعة وشر اتنين يقع المتحف القومي للحضارة المصرية في وسط مدينة الفستاط عاصمة القاهرة القديمة ايوة عبارة صحيحة اهو بيقول لنا في قلب مدينة الفستاط عاصمة القاهرة القديمة السؤال اللي بعد كده من النصوص السؤال الاجباري من نص السفينة نوح قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويصنع الفلكة وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم يخزيه يعني يهينه يزله اهي يهينه مضاد مقيم مقيم يعني دائم عكسها منقاطع با تحدثت الايات عن سخرية قوم نوح عليه السلام منه وهو يصنع الفلك فما سبب تلك السخرية السبب انه يصنع السفينة بعيدا عن الانهار والبحار جيم ما الجمال في قوله تعالى فانا نسخر منكم كما تسخرون ده اسلوب مؤكد بانه بيدل على يقين نوح بنصر الله دال اخبر الله نوحا عليه السلام بانه لن يؤمن من قومه غير الذين امنوا من قبل وامره بان يصنع سفينة ضخمة خفزين طبعا اول ايتين واوحيا الى نوحا انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتأس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون السؤال بعد كده بعد النصوص الاختياري السؤال الاول من نص خلال كريمة والمالو اللم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الاملاق والعلمو اللم تكتنفه شمائل تعلي كان مطيطة الاخفاق لا تحسب ان العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق الاملاق بيقول لنا ان المال لو محصنتوش بالعلم هيكون نهاية للفقر يبقى الاملاق لو الفقر مفرد شمائل شمال ما نهاية المال والعلم اللم يحصن كل منهما بما يحفظه هنقوله ان المال لو ما حصنتوش بالعلم هتكون نهايته الفقر طب العلم لو ما حوضتوش بالاخلاق هيكون وسيلة للفاشد جيم في جملة والمال اللي لم تدخره محصنا بالعلم مظهر جمالي وضحه هنا تعبير جميل بيشبه العلم بالحصن الذي يحمي المال ويوحب اهمية العلم دال تخير الاجابة الصحيحة مما بين القوسين علاقة كان مطية الاخفاق بالأبلها كان مطية الاخفاق بيقول لنا ان العلم لو ما حوضتوش بالاخلاق هتكون النتيجة نهايته وسيلة للفشل يبقى نتيجة السؤال بعد كده من نص وادي الكنانة فيا وادي الكنانة لن تزول وفيك النيل يجري سلسبيلا يطوف بمائه عرضا وطولا ويبسط فيضه عاما فعاما بصاتك سندس وثراك تبر وجوك مشرق وشزاك عطر تخير جمع الكنانة الكنائن معنى تبر يعني ذهب باء ربط الشعر بقاء مصر وعدم زوالها بنهر النيل وضح فضل النيل على مصر هنقول له ان نهر النيل يطوف ينشر خيره يبسط ينشر خيره عاما فعاما في كل ارجاء مصر جعل الارض بصاتك سندس جعل الارض المسروعة مثل الحرير وجعل تراب مصر مثل الذهب جعل جو مصر ورائحته عطرة وضح الجمال في بصاتك سندس لسه ايلنها جعل البصات جعل الارض بعد زراعتها مثل السندس مثل الحرير الاخضر يبقى تعبير جميل بيشبه ارض مصر الخضراء بالسندس بالحرير بيدل على جمالها دال فيا وادي الكنانة اسلوب نداء غرضه غرضه التعظيم تعظيم وادي النيل السؤال اللي بعد كده النحو نقرأ القطعة كويس جدا سيناء ارض جملة اسمية مبتدأ وخبر سيناء مبتدأ وارد خبر خبر مرفعه علامة رفع الضمة ارض مباركة مباركة دي نعت مباركة مضموم اوله مبارك مفتوح ما قبلها اخير يتبقى اسم مفعول من بوريكا تسعة مصر من اللي بتسعة مصر تبقى فاعل فاعل مرفع بالضمة تسعة سعيا متواصل او متواصل مضموم اوله مكسور ما قبلها اخير تبقى اسم فاعل من تواصلة متواصلا لتنمياتها متسلح 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 برضو اسم فاعل من تسلحة متسلحة بالعلم النافع والعمل الخلاق رغبة رغبة دي مفعول لاجلي مفعول لاجلي منصوب علامة نصب الفتحة رغبة في تحقيق مستقبل اسم زمان مستقبل لابنائها يعم دي فعل مضارع يعمه الامن ايه لا يعم الامن دي الفاعل والرخاء دي معطوف معطوف مرفوع وعلام بترافعوا الضمة اعربنا الاستخراج اسم فاعل لفعل سلاسي واخر لفعل غير سلاسي عندنا لفعل سلاسي اهوق النافع من نفعة يبقى اسم الفاعل لفعل سلاسي هنقول النافع والغير سلاسي هنقول متواصلا تواصل يا تواصل متواصلا طيب لو قلت متسلحة برضو صح متسلحة من تسلحة تسلحة يا تسلح متسلح طيب اسم مفعول اسم مفعول عندنا مبارك مباركة سيناء ارض مباركة واذكر فعله مضبوطا بالشكل مباركة الماضي باركة ضم اوله نقول بوركة من بوركة صيغة مبالغة وزنها عندنا صيغة المبالغة العمل الخلاق يبقى الخلاق خلاق صيغة مبالغة عايز الوزن يبقى الفعال خلاق على وزن فعال اسم الزمان عندنا مستقبل واذكر فعله من الفعل غير السلاسي استقبلة جيم اجب بما هو مطلوب امام كل عبارة لا تكن نقط على الشر صيغة مبالغة من الفعل اعانى معوان لا تكن هي معوان بس دي خبر تكن يبقى قده معوانا لو كتبت معوان لا مش صح هي خبر كان يبقى معوانا لا تكن معوانا على الشر الجنة نقط المؤمنين اسم المكان من الفعل اوى مأوى يبقى الجنة مأوى مأوى المؤمنين اسم المكان من الفعل اوى صح او خاطئ السماء ازرق على طول غلط اكثر زرق اشد زرق الرمح والسيف اسم آلة قياسي قياسي يعني مشتق لا طبعا لان هنا اسم آلة سماعي يعني جامد والسؤال اللي بعد كده الخط والاملاق اتمنى لكم التوفيق لايك للفيديو وشاري الفيديو لصحابك عشان استفادوا شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة